اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأجماع على القرار القضي بإدانة كوريا ديمقراطية لقيمها بتجربة نووية وفي هذا الإطار أكد متحدث باسم الخارجية الصينية غان شوان خلال مؤتمر صحفي أكد موقف الصين بشأن القضية نووية لكوريا ديمقراطية قال غان شوان إن قرار الأمم المتحدة وضح موقف المجتمع الدولي ضد الاختبار النووي لكوريا ديمقراطية وأكد أيضا على حماية السلام والاستقرار في شمال الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا عكست التدابير الجديد التي طبقها القرار 2321 عزم مجلس الأمن كما أشر القرار إلى ضرورة تجنب التأثيرات السلبية على معيشة شعب كوريا الديمقراطية والاحتياجات الإنسانية وندعو إلى تنفيذ القرار 2321 بشكل شامل ومتوازن يقضي القرار الجديد بخفض صادرات كوريا الديمقراطية من الفحم بواقع 62% في هذا السياق أقد غان شوان إن الأولوية الآن هي الاستئناف الحوار والمفاوضات بين الأطراف المعنية في أفراب وقت ممكن إن الصين ملتزمة دائما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام والاستقرار فيها وحل القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والمفاوضات وتدعو إلى استئناف المحادثات السوداسية كما تعال غان شوان الأطراف المعنية إلى بدل جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية إن الصين تعرض نشر نظام ثاد للدفاع الصاروخي في شبه الجزيرة الكورية وتحث الأطراف المعنية على وقف عملية نشر ذلك النظام ترجمة نانسي قنقر